أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن استمرار تراجع تنظيم الإخوان في البلاد حيث تقلص عدد مقاعد التحالف الوطني للإصلاح الذي يقوده حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع سياسية لتنظيم الإخوان خسير تنظيم الإخوان ستة مقاعد في البرلمان حيث تقلص عدد المقاعد إلى عشرة بدلا من ستة عشر يذكر أن أكثر من مليون وثلاثمائة ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات شاركت فيها الحركة الإسلامية ومرشحون عن العشائر الأردنية ومستقلون وعدد من اليساريين ورجال الأعمال